لا تبالي بكلام الخلق في هذه العبارة وأنا ألاحظ انتقادات الناس وآراءهم وأحاديثهم فوجدت أن الناس في كلامهم وذمهم يتنوعون فيهم الناصح الصادق الذي لا يتقن فن النصيحة وبالتالي يحزنك بأسلوب نصحه أكثر مما يفرحك وفيهم الحاسد الذي يقصد حزنك وهمك وفيهم قليل الخبرة الذي يهذي بما لا يدري ولو سكت لكان خيرا له وفيهم من طبيعته الانتقاد أصلا فهو ينظر للحياة بنظارة سوداء وقديما قيل لو اتحدت الأذواق لبارة السلع ذكروا أن جحا ركب على حمار وولده يمشي بجانبه فمرى بجمع من الناس فقال الناس انظروا لهذا الأب الغليظ يركب مرتاحا ويدع ولده يمشي في الشمس سمعهم جحا فأوقف الحمار ونزل وأركب ولده ثم مشيا وجحا يشعر بنوع من الزهو فمرى بقوم آخرين فقال أحدهم انظروا إلى هذا الابن العاق يركب ويدعوا أباه يمشي في الشمس سمعهم جحا فأوقف الحمار ثم ركب مع ولده ليتقي كلام الناس وانتقاداتهم فمرى بقوم فقالوا انظروا إلى هذين الغليظين لا يرحمان الحيوان فنزل جحا وقال يا ولدي انزل فنزل الولد وجعل يمشي بجانب أبيه والحمار ليس فوقه أحد فمرى بقوم فقالوا انظروا إلى هذين السفيهين يمشيان والحمار فارغ وهل خلق الحمار إلا ليركب فصرخ جحا وجر ولده معه ودخلا تحت الحمار وحملاه ولو أني كنت معهم في ذاك الزمان ورأيت جحا وقتها لقلت له يا حبيب القلب افعل ما تشاء ولا تبالي بكلام الخلق رضى الناس غاية لا تدرك ومن ذا الذي ينجو من الناس سالمها ولو غاب عنهم بين خافيتين السري بعض الناس لا يفكر في رأيه قبل أن يطرحه أو يأتيك مثلا بعدما تتزوج ويقول لماذا تخطب فلانا ولماذا تزوجتها وكأني بك تتمنى أن تصرخ في وجهه وتقول يا أخي تزوجت خلاص انتهى الموضوع ما أحطط منك اقتراحات أو يأتيك وقد بعت سيارتك فيقول ليتك أخبرتني فلان كان سيعطيك أكثر يا أخي بس الرجل باع سيارته خلاص انتهى لا تشغله بالالتفات وراءه وعموما ليس يخلو المرء من ضد ولو طلب العزلة في رأس جبلي فلا تعذب نفسك تجربة قال أحد السلف من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر